أحبابنا الكرام لبيان الركن الرابع من أركان الإجازة وهو السند فقلنا أركان الإجازة أربعة المجيز والمجاز والمجاز به أو الركن الرابع السند المقصود بالسند هم الرجال الذين نقلوا لنا القرآن العظيم مشافهة كل واحد منهم قرأ على شيخه وشيخه على شيخه وهكذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول الإمام ابن الجزري ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا لم يهملوا منه حركة ولا سقونا ولا إثباتا ولا حذفا ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم فرضي الله عنهم وأرضاهم جميعا نتحدث في السند من بدايته من بدايته من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن الكريم بقراءاته كلها قرأه على سبعة أحرف تيسيرا على أمته وتلقى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءات فمن الصحابة المشتهرون بالإقراء زمن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم وعن هؤلاء القراء العظام أخذ التابعون فتابعوهم بإحسان ثم أخذ عن التابعين القراء المشهورون ثم أخذ عنهم تلامذتهم فتلامذتهم فتلامذة تلامذتهم وهكذا حتى يومنا هذا ما هو الطريق الذي اخترناه في هذه المحاضرات؟ اخترنا طريقا واحدا وهو طريق أو رواية واحدة وهي رواية حفص عن عاصم طبعا لماذا اخترنا رواية حفص عن عاصم؟ رواية حفص عن عاصم هي أشهر رواية من الروايات عندنا عشرين رواية لعشر قراءات وكل قراءة روايتان فعندنا عشرين رواية للقرآن الكريم في زماننا الحاضر أشهر رواية للقرآن الكريم هي رواية حفص عن عاصم لماذا هي أشهر رواية؟ لأن هذه الرواية يقرأ بها أهل مصر وغالب أهل السودان وغالب أهل شرق إفريقية وأهل الشام والعراق وجزيرة العرب وبلاد الأتراك وبلاد فارس أو إيران وسائر المشرق الإسلامي إلى حدود أندونيسيا وماليزيا والهند الإسلامية كل هذه البلاد تقرأ بقراءة أو برواية حفص عن عاصم الرواية الثانية التي تأتي في المرتبة الثانية في الشهرة العالمية رواية ورشع النافع تقرأ بها الجزائر والمغرب وموريتانيا وسائر بلاد الغرب الإفريقي الإسلامية من نيجيريا والسينيغال ومالي وتشاد وبوركينفاسو وساحل العاج وتلكم البلاد في المرتبة الثالثة تأتي رواية قالون عن نافع تقرأ بها ليبيا والقطر التونسي في المرتبة الرابعة في العالم قراءة أبي عمر الدوري أو رواية أبي عمر الدوري تقرأ بها السودان أو بعض مناطق السودان وبعض مناطق الشرق الإفريقي كزنجبار وبعض مناطق في تنزانيا فاخترنا أوسع الروايات انتشارا وهي رواية حفص عن عاصم طبعا حفص رواية يرويها عن عاصم بن أبي النجود أو النجود وهو زوج أمه لحفص عاصم له روايتان رواية تسمى رواية شعبة يرويها عنه تلميذه أبو بكر شعبة والرواية الثانية يرويها تلميذه حفص بن سليمان فالرواية الأولى يرويها أبو بكر بن عياش وهو اسمه شعبة والثانية يرويها عنه حفص بن سليمان الرواية التي يرويها عنه حفص بن سليمان أخذها عاصم عن التابع الجليل أبو عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الرحمن السلمي أخذها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرواية الثانية التي أقرأ بها عاصم تلميذه أبو بكر بن عياش وهو الذي مسمى بشعبة قرأها عن زر بن حبيش أخذها عن زر بن حبيش التابع الجليل وزر بن حبيش أخذها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإذن نحن نقرأ برواة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله عن جبريل عن الله عز وجل هذه الرواية التي نقرأ بها طيب قد يسأل سائل هذه الرواية نسميناها رواية حفص لماذا لم نسميها رواية قراءة علي بن أبي طالب أو قراءة أبي عبد الرحمن السلمي ما السبب وراء ذلك الحقيقة إخواني الكرام أن علي رضي الله عنه وقرب الله وجهه تلقى القرآن بقراءاته المتعدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القراءات المتعددة التي تلقاها أقرأ قراءة منها لأبي عبد الرحمن السلمي وهذه القراءة أقرأها أبو عبد الرحمن السلمي لعاصم وعاصم أقرأها لتلميذه حفص بن سليمان تلقاها هذه الرواية حفص عن عاصم واشتهر بها حفص فسميناها رواية حفص من الانتقاص في حق علي رضي الله عنه مثلاً أن نحصر كل ما عند علي من قراءات في رواية واحدة التي هي رواية حفص اشتهر فيها حفص ولكن نحن نقول هذه رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن الرسول عن رب العزة عز وجل طيب لماذا لم نسميها رواية عاصم لأن عاصم عنده روايتان رواية شعبة ورواية حفص قرأ عندما صنف الإمام الشاطبي في علم القراءات سم عاصم قارئ لأنه أكثر من اشتهر بهذه القراءة وسم تلميذي حفص وشعبة رواة كذلك نافع رضي الله عنه قارئ وله راويان ورش وقانون أمر آخر ينبغي الإشارة إليه وهو ما يسمى الطريق إذن أشرنا إلى معنى القراءة ومعنى الرواية القراءة قراءة عاصم الرواية رواية حفص رواية شعبة قراءة قراءة نافع الرواية رواية ورش ورواية قانون تمام بعد ذلك نشير إلى نقطة مهمة تسمى الطريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر